الجدل يعود مرة أخرى داخل حزب جبهة التحرير الوطني حول قانونية تعيين أمين عام بالنيابة قبيل إداعي الأمين العام للحزب محمد جميعي الحبس المؤقت بتهب إطلاف مستندات ووثائق رسمية جناح داخل الأفلان يدفع نحو تطبيق المادة 36 من القانون الأساسي للحزب وإعلان حالة الشغور والذهاب لدورة استثنائية للجنة مركزية وانتخاب أمين عام جديد فريق آخر يرى أن تعيين الأمين العام بالنيابة يأتي وفق القوانين مع بقاء محمد جميعي أمينا عاما للأفلان لغاية فص العدالة في قضيته على اعتبار أن جميعي بريء لغاية ثبوت إدانته بالإضافة إلى عامل الزمني واقتراب موعد الرئاسيات وهو ما يجعل الذهاب لدورة استثنائية أمر صعب في وقت يعرف فيه الحزب حالة من التململ داخليا يستعد 76 نائبا مترشحا ل19 منصبا يخضون هذا السبت انتخابات تجديد هياكي لحزب جبهة التحليل الوطني بالمجلس الشعبي الوطني كتلة الأفلان بالغرفة السفلة كانت قد أغلقت باب الترشح شهر جولي الماضي ليتم فتحه مرة أخرى بعد أن رفع النواب مطالبة حول إعادة فتح باب الترشح للأمين العام بالنيابة علي صديقي الذي استجاب للطلب تحت ضغط هؤلاء اشتركوا في القناة